مرة جديدة هلع لأنه بيّن جسم مرّة بفيلم عربي يا خرابي! يا خرابي! وجسم شاب كمان بس ما حدا حكي بالموضوع هالمرة بيّنوا بالفيلم الفلسطيني سالون هودا ومثل ما صار مع أفلام عربية قبله طرقت لمواضيع الجنس والجنسينية مثل فيلم أصحاب ولا أعاز ما عادت مهمة تفاصيل الفيلم السجال هو بس كيف بيّن فيه جسم المرّة وردود الفعل ذاته هيدا الفيلم ما بيمثلنا بيحب المجتمع الأبا ويحمّل جسد المرّة عبق تمثيل مجتمع بكامله لأنه بيعتبر المرّة امتداد لشرف الرجال، لشرف العيلة، لشرف الوطن يا هوا بيروت وللأمانة ما عنده مشكلة أبداً للمجتمع الزكوري يعلّب القنوسة أو يسلّعه عنده صور نمطية عن المرّة والعيلة والجنس والجنسينية وبروجلن عطول هو مرتاح المرّة عَعَيْنِي وعَرَاسِي بس لما يحاولوا فنانين يمثلوا هالأمور بطريقة شوية مختلفة أقرب لو واقعوا هنّا، بيجرع الخطاب تيحططنوا نحدود فنانات مثل صباح، ومن بعدها هي فوهبة نجحت بأنها تمتلك قنستة بطرق استعراضية مرّات وكسروا صورة المرّة المستحية بحالة طب تتسقط عليهم تهمت أنهن فنانات شعبية وفنهن هابط، ما بيشبه الفن الرائع المحتشم يلي بيمثل ثقافة المجتمع لأنه الخطاب السيد ما بيحب الاختلاف ولا التنوع، ولا الشعبة، ولا المرّة هو بس بيحب الأخلاق ولما نحكي أخلاق، نحكي نظام ومصالحه أنظمة عربية قايمة على التبعية للخارج بس عندها مشكلة مع تمويل بعض الأفلام أو الأعمال الفنية بتصير تهمة التمويل الأجنى بحجة لاعتبار أي خروج عن الخطاب الأب والسائد شي غريب جاي من برّة، نوع من استعمار عم بيهدد قيامنا مين قال إنه هذا الفيلم بيمثل مرض؟ بس ولا فيلم اتدعى تمثيل قيام المجتمع بكامله ولا مرّة اتدعت فنانة إنه عم بتمثل المجتمع تحميل المرّة عبق تمثيل المجتمع هو طريقة لأسكاتا ولتحويل جسدها إلى مجرد ساحة معركة للقيم الزكورية ترجمة نانسي قنقر